لأول مرة تنشر منظمات حقوق إنسان روسية تقريرا شاملا ومفصلا حول دور موسكو بجرائم الحرب في سوريا التقرير الذي أعدته صحيفة الجارديان شجب الدور المباشر الذي لعبته روسيا في دعم نظام أسد وميليشياته في عمليات القصف الجوي الذي استهدف المدنيين فضلا عن استخدام التعذيب عقد الدمار هذا هو عنوان التقرير الذي وصف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحرب السورية والتي تخللتها عمليات التهجير القصري إضافة للاعتقالات داخل سجون وصفتها تقارير مختلفة بالمسالخ البشرية لكن اللافتة في الأمر أن معدي التقرير حققوا في الغارات لسلاح الجو التابع للاحتلال الروسي الذي لم يرحم البشر ولا الحجر سلاح فتك بأجساد السوريين على مدى أكثر من خمس سنوات دون تفرقة بين امرأة أو شيخ أو طفل لا بل كان بعيدا عن المقرات العسكرية التابعة للفصائل في كثير من الأحيان ليتم التركيز على المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين الأبرياء وكذلك صب جام غضبه على المرافق الطبية والصحية والمدارس والبنى التحتية قصف عشوائي أسلحة محرمة دوليا اعتقال تعسفي تهجير قصري كلها جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الروسي بحق سوريا والسوريين الأمر الذي دفع لفتح تحقيق كامل في تلك الحملات بحسب التقرير الذي أدان تواطئ الإعلام الروسي الرسمي ودوره في تضليل الرأي العام عن تكلفة الحرب التي كانت وما زالت على حساب المواطن الروسي فضلا عن المعاناة الإنسانية وعن حقيقة نظام أسد الذي تدعمه موسكو إذن ليس الغريب ما جاء في التقرير وإنما يبقى التساؤل عن الجهة التي دعمت التقرير في هذا التوقيت لفضح ممارسات نظام بوتين بأقلام روسية وما هو المصير الذي ينتظر من دعم التقرير وأقرب الانتهاكات الروسية على مدى سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر